صور الأسرى المعلقة على منازل ذويهم باتت تزعج الأحتلال هذه هي المرة الثانية في أقل من شهر يمزق جنود الأحتلال صورة الأسير المريض والمحكوم 11 مؤبداً رياض العمور أثناء المداهمات الليلية للمنازل في بلدة طقوع جنوب شرق بيت الأحمى تاركين تهديداً بعدم تعليق الصورة مرة أخرى أهموا قبل ثلاثة أيام منزل والدي قاموا بتمزيع الصورة وندوني على وسط البلد هان جيش فبيحكي معي ضبط المنطقة بقول لي إن والدك مخرب وعشان هيك ما زعت صورة وهذه المرة الثانية اللي بسو هيك فبيقول لي إذا بتعود بترجع الصورة راح أمزحها أخرى مرة طبعاً إحنا مناشدة لسيادة الرئيس والجهات المعنية إنه يسعى للإفراج عن الأسرى وخاصة والد الأسير المريض فقد رياض وهو في الأسر والدته قبل أشهر قليلة توفيت قبل أن تحقق حلمها بلم شملها مع نجلها بالإفراج عنه وبقي الوالد يكمل هذا الحلم لعل وعسى أن يستطيع احتضان نجله الذي لم يراه منذ نحو العامين لعدم قدرته على احتمال الطريق للزيارة بسبب أوضاعه الصحية الصعبة أشتاقل أشوفه دهي ببكي دهي قدمت لها تسريح يا نبي صريب الأحمر إن شاء الله نشوفك بيحملوني حامل بكي ما أجوب بس أشوفك قبل ما موت تعبان أنا أنا تعبان والحمد لله الوضع عندنا تمام كويس تكون أنت بخير إحنا بخير ومتأملين من الله إن شاء الله السماء العليم الحفيدة إلين ابنة الأربعة أعوام تتعرف على جدها رياض من خلال الصور فهي لم ترهقت كبر الأبناء وتزوجوا وأنجبوا الأحفاد فخلال عشرين عاما قضاها الأسير رياض في سجون الاحتلال افتقد في كل مناسبة اجتماعية حيات حمدان تلفزيون فلسطين بيت العحم